اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الدرس جديد وفي تحليل جديد سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا لكن قبل البدء ادعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابط وتضغطون عليه من صندوق الوصف الاسم والصورة مقلدين التليجرام لا يمنع هذا التقليد الاسم والصورة وبالتالي انتبهوا هناك نصة من كثر يريدون ان ياخدوا اموالكم انتبهوا تضغطون على الروابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة من قناة عموالك الكذب الموثقة باليوتيوب فقط وتتجنب النصة بين عندما تضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذا القناة المجانية التي اشارك معكم فيها ارباح المشاركين في دوراتنا التدريبية لاحظوا لاحظوا هذا الاخ ارسل لي صفقة ويحقق الفان وستمائة وعشر وعشر دولارات لاحظوا هذا الاخ يحقق صفقة واحدة ارسل لي صفقة كما تلاحظون وسيشارك معي كما تلاحظون تحقق الفان وستمائة الفان وستمائة دولار المهم معلين اذا الناس تحققوا ارباح لاحظوا هذا الاخ يحقق تمانين بالمئة مائتين بالمئة اه هذا الاخ يحقق الف وثلاثمائة بالمئة الف وثلاثمائة بالمئة ثم تسعمائة وثلاثين ثم تم اربعة وثلاثمائة وثلاثين يعني اكثر من الفين اكثر من ثلاثة الاف في المئة تقريبا اكثر من ثلاثة الاف في المئة اكيد يعني اه الناس بدأت توصل الى مستوى قوي في في الاحتراف لاحظوا كذلك هاد الهد الهد الاخ اليوم يقول اليوم بديت بحساب حقيقي الحمد لله التوفيق من الله ثم منك يا استاذنا ولاحظوا اه ارباح مئة واربعة وثلاثين دولار مئة وواحد وخمسين مئة واربعة عشر دولار يعني من يقول لك ان التداولة يمكن ان تحقيق فيه ارباح فهو خاطئ فقط يجب ان تكون دارس لامورك وضابط امورك وعارف شو بتعمل اذا شهد القناة نشارك معكم ارباح المشاركة في دورتنا تدريبية شهادتهم وكذلك نشارك معكم اخر عروضنا وهذا هو اخر عرض صار لمدة طويلة وهذا لكي نفيدكم اخواتي الكرام نحن نعطيكم عروض لكي تكون يعني على مستوى تطلباتكم اه هذا العرض تحصل فيه على دورة تحليموجي ودورة فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار الاهم الاهم بالنسبة لانك تحصل على شهرين مجانا من ثلاث مجموعات سرية مجموعات في التليجرام مجموعاتي نقاشة فوريكس وكريبتو باخيرات المتداولي لديه يساعدونك على الاحتراف حصة زو مباشرة تطبيقية يوميا وكذلك يطابعون معك يوميا ومجموعة تحليل يومي للذهب ليرو دولار بيتكون ودود جوز لديك استراتيجيات في الدورة ولديك تحليل يوميا تدمج الاثنين يصل عندك تحليل يمكن ان يحقق عليك الارباح فقط يجب ان تضبيط امورك في الدورة ادارة الاحتراف والانضمام للمجتمع العلم عفو الكذب مجتمع الخمسة بالمئة الناجحين والابتعاد عن المجتمع الخمسة وتسعب المئة الفاشلين ما عليك الا استغلال هذا العرض الرابط اسفل في تعليقات اول رابط وفي صندوق الوصف اول رابط تضغط علي تتحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاص عن الذي اجاوبك لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة اليوتيوب الجديدة قناة العلم عفو الكذب مباشر وصلنا الى اربعة الاف مشترك نريد نصل الى عشرة الاف قبل البدء ببعض الفيديوهات في القناة الرابط كذلك في تعليقات ثاني رابط اضغط عليه الحدث معي مباشرة على التليجرام او او تضغط عليه تصبح عضو فيها القناة عفو او باليوتيوب تحذير التداول من الخطيرة يمكن ان تخسلك اموالك لذلك كل ما نقوم به في القناة وده مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة. لا نعطيه لنصائح مالية ولا استثماري اذا ضغطت على زر الشرعية والبيع فانت المسؤول. مسؤولية تنتام عن قراراتك. قناة العلمية عرف الكذب لا تتحمل اي تمسؤولية. كل ما نطلبه منك هو ان تراقب تقارن تشاهد واذا عجبتك الطريقة يمكنك ان انضمان الى دوراتنا و الى عروضنا. طيب ماذا لدينا في البيتكوين. لا زلنا في الاتجاه الهابط. لا زلنا في الاتجاه الهابط. لكن لا زلنا في هذه الموجه الاخيرة. اللي هي اكس واي. لا زلنا لنعرف هل ستعطيني اكس زد. او ستصعد من هذه المنطقة. لاحظ الساعة ليس لديها تأكيد. لكن اعرف انه هذه الموجه كمنية اقتربت ان تكتمل. اي بي سي. قريد فقط ان تكتمل هذه الموجه اما كذلك على شكل اي بي سي. ثم بعد ذلك نبحث عن الصعود. على الاقل لاخدي نفسي طول هذه الموجه. هذا هو اول هدف بالنسبة لي اخذ نفس طول هذه الموجه. اول هدف. لانه ممكن تتحول الى رانين وينزل لمرة اخيرة. ويكون عندك هذا التصحيح مساوي لهذا التصحيح. ثم بعد ذلك نبحث عن الصعود. اذا نزلنا الى فريم اربعة ساعات. لاحظوا لديه موجة واحدة دافعة. موجة واحدة دافعة. ونحن الان لن ندري هل هذا هو التصحيح. ماشي. ننزل الى فريم الساعة. ننزل الى فريم الساعة ونرى مدردين. لاحظوا ما ايه. اولا اذا تذكرتم كنا قد توقعنا ان يكون هذا درانين. وينزل لكسر القاعة. ويكون هذا هو تصحيحي لكل اتي الموجه. لكن عندما رأيت هذا التصحيح اذا تذكرتم كنت قد عملت صفقة تطبيقية هنا دخلنا في هذه المنطقة وخرجنا من هذه المنطقة لما رأيت هذا التصحيح. خوفا خوفا من ان تكون هذه الموجهة تصحيحية للصعود. لمر اخير قبل النزول لكي يكون هذا هو التصحيح وتلغى هذه الحركة القوية هنا. طيب. طيب طيب. الان. الان. اذا نظرنا الى هذا الموجهة الهابطة. سنجد انه اذا كان هذا هو التصحيح. اذا كان هذا هو التصحيح. اذا موجه تصحيح ثم موجه. هذا الصعود يقول لي انه هناك صعود لكسر القم. انا اتحدث على فريمش الساعة لكن. لاحظوا معي اذا نزلنا الى خمستاش دقيقة سنجدوا ان هذا التصحيح لازل لم يكتمي لانان انا اكره الكونتراكتين. لاحظوا معي. هذا فريم خمستاش دقيقة. لاحظوا هذا الحركة القوية. هذا الحركة القوية. وهذا التصحيح. ثم نزول. وهذا الحركة القوية الاخرى. هل يمكن ان يكون هذا رانين. ثم ينزل لمرة اخيرة. يكسر مستوى ال 15823. وبعد ذلك قد يكسر مستوى ال 15580 وتكتمل بنية الموجه على اسأل انها دارانين. كذلك. وقد لا يكسر ويعود. اذا لم يكسر وعادة من هذه المنطقة قبل ان يكسر. فقد يسعد فقط لكسر هذه القمة. حتى يصبح هذا هو التصحيح. حتى يصبح هذا هو التصحيح. هذا هو التصحيح للنزول. ويلغى هذا الرن. هكذا. تصبح هذا هو التصحيح. لذلك. قد نكون نحن في الموجه بي. يا هذا التصحيح ذا كان سيكون. فقد نحتاج ان تنزل لتكسر القاع قبل السعود. اوكي. اذا هذا يقول لي انه او ممكن البيتكوين. ممكن البيتكوين. ينزل لكسر مستوى ال 15800. طيب كيف ساعرف انه راح ينزل لخمستاش وثمان مئة. او لا. كما قلت. انا في الاول كنت اتوقع انه راح يعطيني وان تو تري. الى هنا لا يكسر ويعود. يعطيني اه هكذا. ثم يرجع. ما عمل هذا الشيء بل استمر في الهبوط. وساعد بقوة تلاعب بكم هنا. اعطنا نطاق. كانت افضل منطقة للدخول بيع هي هذه المنطقة. والان تحريك وقف الخسرة لبريك ابن. وهذا فوق سيكون القاع. وهذا فوق سيكون القاعدية. افضل منطقة كانت له انه اذا اذا كبرنا جيدا. سنجد انه كان هناك نطاق في هذا المنطقة. هنا. هذا هو النطاق. عندما بدأ البيتكوين يعود كان يجب الدخول. هذه افضل منطقة لدخول. افهموا نطاق غير. هنا كان يجب الدخول. والان تحريك وقف الخسرة من هنا الى هنا لانه ممكن يكون هذا للنزول. كما انه ممكن يكون هذا نقص في الزخم لهذا ليصبح للصعود. اذا كان التصحيح هو هذا. اذا الان. انا لا اعرف. مشكلتي انني لا اعرف هذا. اذا كان هذا لكل يأتي الموجة الدافعة. فهذا اكسباندين. وسيصعد البيتكوين. كيف سيعرف ذلك عندما احصل على موجة دافعة وتصحيح. هذا يقل لصعود. الى اين? الى كسر القمة. مستوى 181212. اذا كان هذا هو التصحيح. اذا لم يكن هذا هو التصحيح. وكان تصحيحي هو هذا. فكان يجب الدخول في هذا النطاق هنا. والان تحاول لقف خسرتك الى او ربما تنتظر الى ان يتم الرجوع لكسر ذلك الراني فلات. اتحدث عن هذا النموذج. ان تنتظر الى ان يتم الرجوع للسعر الى هذه المنطقة. لكسر هذه المنطقة. وتبحث عني للنزول هنا. اذا لم يكن هناك ديفرجنس. واذا لديك استراتيجية للتداول الراني فلات. للنزول. لكسر هذا الرقاع اولا. مستوى 15800. ثم لكسر الرقاع الثاني. اذا امكن. اللي هو مستوى. ننتظر قليلا. هناك مشكلة في النت. مستوى 15500. ايضا هذا هو تحليل البيتكوين اليوم. لاحظوا. هناك بعض. هناك صعوبة في البيتكوين. ليس سهل. هناك سيناريوهات كثيرة. لكن اذا كنت عارف امورك وضابط امورك. ما تخاف. ان كل شيء واضح. اذا المشكلة دي الان هو هل هادرانين. اذا كان هادرانين سينزل البيتكوين. ويكسر الرقاع. اذا لم يكن هادرانين والبيتكوين يريد ان يلغي هذه الحركة. سيعطينا تصحيحا هنا. ثم ينزل. فقط. ونحن الان في الموجة التصحيحية. لذلك ترى سعودا وهبوطا. سعودا وهبوطا. وقد يسعد ثم ينزل. نحن سنبحث عن البيع من هنا. الى كسر الرقاع. وقد نبحث عن الشراء من هنا الى كسر الرقاع. اذا كان لدينا فرصة. لكن البيع جميل. من هنا الى هنا. اذا انت اذا لم يكن لديك. اذا لست لديك خبرة. انتظر الى ان يسعد البيتكوين لكسر القيمة. وبحيث عن البيع من هنا ايضا يحط لك فرصة. لكسر هذا الرقاع. هذا هو تحليل البيتكوين اليوم. تريد ان تحترف هذه الطريقة. هذا هو الرابط. تضغط على هذا الرابط. او هذا هو العرض. تضغط على الرابط من صندوق الوصف. اول رابط وفي التعليقات اول رابط تضغط عليه تتحدثنا يا بوشر على التليجرام. وتنضم الى مجتمع العلم العرف الكذب. انت لا تنضم الى دورة فقط. تنضم الى المجتمع. يساعدك الى ان تحترف. لا تنسوا. الهدفنا هو تعليمكم وهنا العلم لعرف الكذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.